مشاهدين نتابع الآن أبرز عنوين الصحافة الأجنبية تنضم إلينا في الستوديو الصحفية ندي أبو المجد أهلا بك أستاذ ندي أهلا بك نبدأ من الفينانشل تايمز والتي تقول قطر تحذر من أن أوروبا معرضة لأزمة الطاقة أسوأ بكثير في العام المقبل نفس الحديث عن أزمة الطاقة هذه تصريحات نقلا عن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في مؤتمر منذ أيام قليلة رغم أن الجميع يتحدث عن أزمة الطاقة هو توقع أن أزمة الطاقة ستكون أسوأ بكثير العام المقبل وحتى ربما تمتد الأزمة إلى 2025 إذا ما طالت الحرب أكثر من ذلك هو بالعكس ويرى أن الحادث الآن هو ليس في الحقيقة أزمة لأن لحد ما ما زالت أوروبا تعتمد على الرصيد التي يوجد لديها الاحتياطي الذي يوجد لديها مع محاولات خفض الاستهلاك هنا أو هناك لكنه يقول أنه إذا استمرت هذه الحرب وإذا استمر انقطاع الغاز الروسي فأن الأزمة ستتفاقم العام المقبل وربما تستمر إلى 2025 وقال أنه من غير المتخيل أنه يكون زيرو غاز روسي بمعنى أنه لا يكون هناك أي اعتماد على الغاز الروسي لأنه أوروبا بالذات كانت تعتمد حوالي 40% من احتياجاتها على الغاز الروسي ويعني تقول الصحيفة أنه قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لكن قطر مرتبطة بأكثر من 70% من إنتاجها بعقود طويلة الأمد مع دول أسيوية ورغم أنه هناك كثير من المفاوضات مع الدول الأوروبية لكن من الصعب بسبب وجود هذه العقود الطويلة المدى وأنه حتى الآن تبدو أن الأسواق الأسيوية دخلت في تنافس أكثر في قلق أنه ربما احتياج السوق الأوروبي يؤثر عليها فهناك تنافس أكثر لكن قطر تعمل على توسعة خصوصا أكبر حقل للغاز الطبيعي المسال في العالم وهو حقل الشمال لكن هذه الأشياء تأخذ وقت سواء تطويره سواء زيادة الإنتاج هذا يأخذ وقت لن يفي بفكرة الحاجة الملحة لأوروبا والتي كما قال أنها ستزداد إذا استمرت هذه الحرب من أزمة الطاقة إلى تطورات الأوضاع في بريطانيا ومقال في الجورديان يقول ليست شعص ذهبت الحزب المحافظ يحتضر اقتلوه ثم لا تتسامحوا ولا تنسوا يعني هو مقال غاضب جدا ليس فقط بسبب يعني كما هو واضح من العنوان بسبب أداء ليسترس في الأربعة واربعين يوم التي كانت فيهم في السلطة إنما هو غضب يعني وكأنه كاتبة المقال فتحت النار على حزب المحافظين غضب من أداءهم عموما وخصوصا وهي قالت أنه خديعة أو سمتها القنبلة السامة الشريرة للبريكزيت فكرة كل السياسات التي بيتبعها الحزب المحافظين بيقولوا أنها ذهبت لكن كتبة المقال تدعو إلى ذهاب الحزب المحافظين بلا رجعة رغم أن هناك تقارير صحفية تتحدث عن ربما احتمال عودة بوريس جونسون رئيس الوزراء الذي كان رئيس الوزراء قبل ستة أسابيع فقط إنه ربما يعود أيضا للمنافسة على منصب رئاسة الحزب ومن ثم للمنافسة مرة أخرى على رئاسة الحكومة لكن هي تقول أن هذا الحزب نحن عانينا منه أنه أصبحنا مثار سخرية العالم أنه الاقتصاد البريطاني هو الأسوأ في أوروبا وأنه لا يجب أن يستمر هذا الحزب في الحكم لأنه كما تقول كاتبة المقال أنه الدمار الذي يسببه يأخذ سنوات ليعود وتقول أن هذه هي فرصة لحزب العمال المعارض ليغدنم الفرصة ولتغيير هذه الأديولوجية والثقافة سواء سياسية سواء الاجتماعية لأنه اختتمت بأن هذا حزب المحافظين هو حزب مارق وغير بريطاني ولا يجب أن يحكم بريطانيا بعد اليوم أيضا نبقى مع ليزة جواز الجورديون كذلك تقول خس بشعر أشقر ظل متماسكا أكثر من ليزة جواز لدينا نشرح نحن بحاجة إلى كثير من الشرح بعد المقال الغاضب يأتي هذا المقال الساخر وهو ليس الوحيد بالمناسبة نيورك تايمز كتبت عن الموضوع وغيره في عجالة يعني الديلي ستار كانت قرارت أنها تقارن بين خصايا التي هي ثمرة الخاصة يعني وبين وجود ليز تراس في منصبها وكانت تعمل بث مباشر لخصايا موجودة في السوبر ماركت ولكن مع مرور الوقت ألبستها شعر أصفر مستعار وكل ذلك وكان الريهان من سيصمد أكثر الخصايا التي هي مفروض أنها تعيش لمدة من أسبوع لعشر تيام أم ليز تراس فبعد استقارة ليز تراس يعني هي نفسها الديلي ستار كان غلفها أنه يعني فوز الخصايا والخصايا التي تربعت على الغلاف وهناك كثير من السوخية التي هي يعني الخصايا تحتفل الخصايا واحد ولستراس صفر حتى النشيد الوطني تم التلاعب في كلمة حتى يعني هذا أعتقد هو ما كانت تتحدث عنه صحيفة يعني صاحبة المقال لأنه زي ما قلت لك حتى نيورك تايمز الإيكونوميس هي أول من ذكرت موضوع الخصايا وهي المجلة الرصينة غريبا أن الخص بالفعل بالفعل سريع التلف يعني خص كنبات سريع التلف لا يصمده كثيرا من أسبوع إلى عشرة يام الجو برد هناك فهذه هي قصة الخصايا التي انتصرت على الاستراس سيكون من الصعب التعامل مع الخص يعني بدون مستقبلا ولا أحد يعلم كيف سيؤثروا ذلك على أسعاره أيضا السياسة واشنطن بوست تقول في استطلاع رأي أو أن استطلاع رأي يظهر أن معظم الأوكرانيين يؤيدون مواصلة القتال حتى طرد روسيا ده استطلاع رأي لمؤسسة جالوب الأمريكية المشهورة بتقول أنه حوالي 70% من المواطنين يعني من تم استطلاعهم طبعا عبر الهاتف يعني يؤيدون الاستمرار في القتال حتى طرد روسيا من البلاد وأنه نسبة التأييد للجيش الأوكراني زادت بطريقة كبيرة جدا يعني حوالي 96% هو حجم التأييد الذي يعني نقلا عن هذا الاستطلاع في الرأي لكن تظل فيه حوالي نسبة 25% أو 26% يرون أنه من المهم الدخول في موفاوضات مع روسيا وبقية نتائج هذا الاستطلاع بيقولون طبعا هي بتختلف من منطقة إلى أخرى لكن وأيضا التأييد هناك تأييد للهجمات المضادة التي تقوم بها أوكرانيا والتي من خلالها تمكنت من استعادة بعض الأراضي كثير من من تم استطلاع أراءهم هم شايفين أن البديل سيكون الفناء أو الضمار أن الأمور لن تتوقف عند ذلك لأنه عندهم في سابقة من قبل هي فكرة استيلاء روسيا أو احتلال روسيا على جزيرة القرم في 2014 وهما الآن يريدون ليس فقط استعادة الأراضي التي تم احتلالها في هذه الحرب التي بدأت في فبراير ولكن أيضا جزيرة القرم شايفين أنها معركة وجود وربما هذا هو ما يفسر التأييد الكبير لكن ختم الصحيفة أن هذا الاستطلاع كان قبل أن تبدأ الهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة كييف وقبل هذه بعض المسيارات أو الطائرات الانتحرية فهل هذا كان سيغير من أراء الناس أم لا ونقطة أخيرة في هذا المجال أن الرجال من ضمن الموافقين الرجال أكثر من النساء موافقة على استمرار هذه الحرب رويترز تقول الجنيه المصري سيتراجع بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة يعني هو كان نقلا عن يوم الأربعاء أنه آخر سعر للجنيه المصري كان 19.661 هي من المتوقع أنه يتجاوز الـ 21 جنيه هذه هي التقديرات الجديدة 21 جنيه على نهاية هذه السنة ويتجاوز الـ 22 في نهاية السنة المالية القادمة وهذا تسارع أسرع وثيرة أسرع مما كان متوقع في استطلاع رأي سابق أو في تقديرات سابقة والبلومبرج أصلا تحدثت على أنه ربما يصل لحوالي 24.6 يعني حوالي سيقارب وكأنه 25 جنيه ربما هذه الزيادات تعود إلى فكرة هذه أحد شروط القرد التي تحاول مصر الحصول عليه وفي وسط كلام على أنه تم الاقتراب من الموافقة على هذا القرد فبالتالي هذا يفسر هذه الوتيرة المتصارع عليه هبوط الجنيه أكثر ما كان متوقع وطبعا معروف أنه عندما يحدث وبدأ أصلا الهبوط منذ مارس حيث فقدت العملة المصرية أو جنيه المصري فقد 15% من قيمته بعدما كان فقد 60% في نوفمبر 2016 وطبعا تتحدث الرويترز على أنه هذا سيزيد من التضخم أو زاد فعلا من التضخم التضخم لأن يصل 15% وهي أعلى نسبة منذ أربع سنوات ومنهم توقع أيضا أن ينعكس ذلك على زيادة البطالة وانخفاض نسبة النمو الاقتصادي وهذا يعود بدرجة كبيرة لاستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا التي ضغطت على مصر أكثر مما كان المشاكل الموجودة في الاقتصاد المصري من قبل وبسبب أنه بعد الحرب تم خروج أكثر من 20 مليار دولار من مصر فكل ذلك انعكس على الجنيه الذي طبعا بالتالي بينعكس على المواطن المصري شكرا جزيلا أستاذ نادي أبمجد على هذا العرض الصحفي لك جزيلا شكرا مشاهدين المساء مستمرة وبعد الفصل باقي فقراتنا وفيها تضرر عشرات الخيام في مخيمات النزحين بمدينة إدلب وريفها جراء الأمطار الله